السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة وطالبات الشهداء الإعدادية والفصل العاشر أحلام الأشرار كنا انتهينا في الفصل التاسع أن نجم الدين توجه بالجيش إلى دمشق ليحارب الصالح إسماعيل الذي هجم على حمص وفجئنا في الفصل العاشر أن نجم الدين استعاد دمشق أخيرا من الصالح إسماعيل وانتصر عليه وحكم أيضا دمشق نجم الدين في دمشق يستقبل رسول ملك سقلية نجم الدين وهو في القلعة قلعة دمشق الأحداث دارت طبعا وهو هناك ملك سقلية بعت له رسالة سقلية دي جزيرة في البحر المتوسط بعت رسالة مع أحد الأشخاص أحد الأشخاص هذا كان يرتدي زي التجار طبعا ليحكم التخفي وعندما جاء إلى نجم الدين في دمشق وقد برحت به العلة الحاجب بيستأذن له فدخل الحاجب على نجم الدين وبيقول له تاجر من تجار جزيرة سقلية يا مولاي أتى ورفض الإفساح عما يريد التاجر يا مولاي جاي ومش عايز يقول هو جاي في أنهي موضوع فالنجم الدين بيقول له ماذا يحمي من البضائع قال له لا شيء يا مولاي ده الحاجب الحاجب ده اللي هو واقف على باب غرفة نجم الدين الحاجب واقف على باب غرفة نجم الدين فبيقول له معهوش أي شيء من البضائع ولكن معهو رسالة من حاكم تلك البلاد فتعجب نجم الدين وما شأنه التجار والرسائل الملكية تاجر ماله والرسائل الملكية المفروض الملك ملك سقلية هيبعت رسالة هيبعتها مع أحد رجاله ما شأن التجار والرسائل الملكية فكان رد الحاجب عادي طبيعي جدا بيقول له ربما يحمل توصية لمولايا في صفقة يريد أن يعقدها معنا دا كان رأي الحاجب رأي سطحي جدا ربما يحمل توصية لمولايا في صفقة يريد أن يعقدها معنا طبعا جه دور شجرة الدور وتدخلت برأيها الذي اقتنع به نجم الدين ومال إليه قالت وربما يكون كبيرا من رجال ذلك الملك أتى في زي التجار ليحكم التخفي ويكون بعيدا عن مواطن الشبهات بيجي سؤال لماذا أتى هذا الرسول في زي التجار ليحكم التخفي ويكون بعيدا عن مواطن الشبهات طبعا موقف نجم الدين عنده رأيين دلوقتي رأي من الحاجب ورأي من شجرة الدور ما لا نجم الدين إلى رأي شجرة الدور والسبب أنه قال بالفعل ليس بيننا وبين ملك السقلية غير الموادة ولا علاقات الطيبة وهم يحترمون المعاهدة المعقودة بيننا وبينهم كما نحترمها نحن وبالتالي قد يكون هذا الرجل جاء في أمر خطير غير التجار فده طبعا حسب رأي شجرة الدور دارت هذه الأحداث في دمشق الرسالة اللي بعتها ملك السقلية بتقول باختصار شديد حملة فرنسية ضخمة متجهة إلى مصر يقودها لويس التاسع نفسه ملك فرنسا ومعه زوجته واثنان من إخوته روبرت أرطوا وشارل كنت أنجوا كنت أبنائي يعني أمير وأنجوا دي مقطعة أو مدينة أو منطقة فجاي الملك نفسه ومعه زوجته ومارجريت واثنان من إخوته واثنان من أبناء عمومته وكثير من من اشتركوا في الحملات الفرنجية السابقة الطامعين كلهم جاءوا ليثأروا من هزائمهم السابقة جراء الحروب التي شنوها عليكم طبعا حملة فرنسية ضخمة فيها ما لا يحصى من المتطوعين والطامعين جعلت الملك نجم دين يتململ في فراشه وهو مريض قد برحت به العلة ويقول لعب الشيطان برأس لويس وخيل إليه أنه قادر على تحقيق ما أخفق فيه سواه من احتلال مصر الرسالة فيها جزئتين مهمين جدا أسباب توجه الحملة الفرنسية إلى مصر وأسباب توجه الحملة الفرنسية إلى دميات بالذات طبعا أسباب توجه الحملة الفرنسية إلى مصر تلت أسباب واحد أن مصر بموقعها تحمي ظهر العرب ضد الفرنج بفلسطين والشام مصر بتحمي ظهر العرب ومواردها الهائلة تغذي العرب بالرجال والمال والسلاح كما أنهم يريدوا أن يستطيعوا من هذا الأمر الاستلاء على القدس لأنهم كلما توجه جيش من الصليبين إلى القدس يخرج جيش من مصر ويقاتلهم فأرادوا أن يسيطروا على مصر أولا حتى يتمكنوا من الاستلاء على القدس لويس موقن من أنه إذا فتح مصر فقد تمكن من مفتاح الشرق كله فيسهر عليه بعدها فتح القدس دي الأسباب الثلاثة التي جعلتهم يختارون مصر طيب ما أسباب اختارهم دميات بالتحديد السبب الأول لينتقموا من طردهم منها من قبل أيام الملك الكامل كما أنها قد تعد ورقة رابحة يمكن المساومة عليها بمدينة القدس إذا عرض الملك الصلح مثل ما عرضه الكامل من قبل يبقى هما بيبصوا لمدينة دميات على أنها مدينة تجارية يمكن المساومة عليها بمدينة القدس وينتقموا من طردهم منها من قبل والسبب الثالث أن البيوت التجارية الأوروبية عندما تعلم باستلاء الحملة عليها سوف تمد هذه الحملة بما يلزمها من بضائع ومؤن ومستلزمات كما أن الاستلاء عليها على دميات يمد البيوت التجارية الأوروبية الكبيرة بمساعدة الحملة على النصر لأن لعب تلك البيوت يسيلوا عليها يبقى هناك أسباب اختيار مصر بالتحديد وأسباب اختيار دميات بالتحديد بيقوله في نهاية الرسالة أبحرت الحملة أيها الملك وقد أحببت أن أختركم بها لتأخذوا حذركم ونحن معا على الوفاقي واحترام العهد فقد تعب لويس معي في نقد اتفاقي معكم ولجأ بعد ذلك إلى الخداع ولكن هيهات فاض الغضب بنجم الدين وكانت شجرة الدر شديدة القلق بسبب أنها خافت أن يجتمع على علته الغضب كان يعاني من علة نتيجة الحرب فخافت شجرة الدر عليه أن يجتمع الغضب مع العلة فيزيده مرضا وأمر نجم الدين بأن يطر الحمام توا بالخبر إلى مصر وأن ينادى في الجنود بالرحيل من الغد إلى دميات رغم العلة إلا أن نجم الدين سوف ينتقل من دمشق إلى مصر وبالتحديد سوف ينزل فيه أشموم طنوح فشجرة الدر عندما سألت سألت عن الوسيلة التي سيسير بها إلى مصر ولم تسأل عن البقاء أو النهوض فشكر لها نجم الدين هذا الأمر وقال لها بوركتي يا شجرة الدر لم تسأل عن البقاء أو النهوض ولكن سألت عن الوسيلة طبعا هو طمأنها بأنه سوف يحمل في محفة على الأكتاف التي صورها بأنها ستكون سريرا ناعما لا يحس فيه بتعب ولا مشقة فقال لها نجم الدين لن ينتظر حتى يبرأ هل تعتقدين أن نجم الدين ينتظر حتى يشفى ويلحق به الجيش نجم الدين ولد على صهوة جواد وثيموت حيث ولد وأن أعظم أمانيه أن يموت شهيدا بين الأسنة في ميدان القتال لأن روح الجيش من روح قائده ولماذا خلق نجم الدين خلق للجهاد في سبيل الله أعز أمانيه أن يموت شهيدا بين الأسنة بيقول الإيمان القوي يذلل الصعاب ويحل القطادة حريرا ويجعل المرح الأجاج عذبا سلسبيلا لا بد أن أشهد المعركة على رأس جيشي لأن روح الجيش من روح قائده ويتمنى أن يشهد النصر بنفسه ويجز عنق لويس المغرور ويلقن الفرينج الدرسة الأخير وفي الصباح كان نجم الدين في محفة على الأكتاف يطوي الطريقة مسرعا حتى وصل إلى أشموم طناح مهم جدا المعلومة دي انتقل نجم الدين في محفة على الأكتاف من دمشق ونزل أشموم طناح ليكون قريبا من دميات ليدير المعركة هناك وبكده نكون انتهينا من الفصل إلى عشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته